موسيقى طبعا قال بطرس أنا ذاهب لأتصيد وبعد ليلة فشل ظهر يسوع المسيح في الصباح وسألهم يا غلمان ألعلى عندكم إداما أكل قالوا لا طلب منهم أن يلقوا الشبكة إلى الجهة اليمنى وفعلا صادوا 153 سمكة كبيرة والمعجزة الأخرى مكتوب أن الشبكة لم تتخرق وجذبوها إلى الشط لكن لما سمع بطرس من يحنى هو الرب كان عريان اتزر بثوب وقفز في المي وهذا بذكرنا في معاملات المسيح الخاصة مع بطرس أول مرة في لوقة إصحاح 5 إذا بتذكروا معي الرب يسوع طلب من بطرس أن يبعد وأن يلقي الشباك قال يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصطت شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة وفعلا صادوا سفينتين كبار وتابعوا يسوع لكن في هذه اللحظة قال بطرس ليسوع أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ قال له يسوع من الآن ستصطاد ناس وطبعا المعجزة الثانية لما بمنطقة قريبة في كفر نحوم طلب المسيح من بطرس أن يلقي السنارة وصاد أول سمكة وهذه السمكة كان فيها نقود دفع الضريبة عنه عن يسوع وعن بتطلع عن بشوف صيادين بيستخدموا الصنارة إلى يومنا هذا وفي سمكة مشهورة هون سمكة القديس بطرس وهذه المعجزة الثالثة صد السمك على بحيرة طبرية لما صادوا 153 لكن في معجزات كثيرة حول البحيرة يسوع مشي على الماء وهدأ العواصف أيضا صنع معجزات كثيرة في هذه المنطقة اشتركوا في القناة